مساء الخير، المفروض إن فترة الخطوبة بتبقى معمولة للتعرف بين المخطوبين بروفة كده، كل واحد يحاول يشوف فيها شكل الحياة اللي جاية بعد الجواز بس هل من حق الخطيب إنه هو يفرض أوامره وشروطه على خطبته كأنها بقيت مراته؟ طب ينفع يقول لها مفيش نزوم البيت، إلا بإذني ما تسلميش على ابن خالك أو جز اختك بالإيد ولو عمل كده، المفروض خطبته أهلها يتصرفوا معا إزاي؟ تعالوا نسمع قصة آية ونشوف خطبها عمل معها إيه؟ اسمي آية بيقولوا إني اسمع لمسمى في بداية العشرونات من عمري حكايتي بدأت لما حبت واحد من جرانا، كان صاحب أخويا جدا وابتدى يلمح لي إنه هو معجبية، وإنه اخترني أنا بالذات من وسط مليون بنت كان أسلوبه يجنن، بيعرف يتكلم حلو قوي ولما جي كلمني لقيتني بقول له أنا كمان معجبة بيك بس أنا مليش في الصحبية، قال لي أنا عايز أخطبك قلت له أنا طول عمري بشوف أصحابي إزاي بيتعبوا لما بيفشلوا في أي قصة حب ولما أهلهم بيرفضوا الشخص اللي بيحبوه، مش هقدر أستحمل يتعمل فيا كده اوعيدني ما تعلقنيش بيك، وفي الآخر تسيبني لأي سبب قال لي لأ طبعا أنا عمري ما هسيبك ولا أقدر أعمل كده أنت مش زي أي واحدة أنا كلمتها قبل كده عجبني فيه إنه هو راجل وبيشتغل جنب دراسته عشان يتحمل مصاريفه وفعلا جيت قدم لي وهو لسه بيدرس عشان يزبط حسن نيته وأهله اتفقوا على إن الخطوبة تقعد ثلاث سنين ولأننا عارفينه وعارفين أهله ما اختلفناش معاه فأي حاجة خالص كانت خطوبة بسيطة جدا خاتم، ربلا ومحبس وكنت راضية وطيرة من الفرحة وفضلنا كويسين جدا في الأول لحد ما ابتدى تحكمات غريبة في كل حاجة لبسي، صحابي، أهلي، مين يدخل عندنا ومين ما يدخلش ومرة أختي كانت عاملة عملية، كان لازم أروح أبت عندها عشان أساعدها لقيته بيقول لي ما ينفعش بباتي عند أختك، جز أختك ده شخص غريب عنك وممكن يبصلك بصة وحشة، بعدين هتعودي إزاي؟ تكلي معاه في نفس الطبق؟ قلت له ده في مقام أخويك كبير، هو شخص محترم ومن عيلة وعمره ما هيبصلي، قال لي لا يا ماما جز أختك يجزلك لو أختك ماتت، يعني مش أخوكي وبحكم إن هو جارنا وساكن جانب البيت كان مركز قوي مع كل حد بيجي لنا وأول ما ييجي ابن خالي أو أي حد من قريبنا يفضل يتصل ويقول لي أنت عادة إزاي؟ لابسة طرحة ولا لأ؟ ما تسلميش بإيدك، ما تهزريش مع حد وأحسن لك أعودي في قطك، ما تطلعيش لحد ولا تشوفي حد الحد ما يمشو كان قطع عني يا سالي الميا والهوى لدرجة إنه قال لي البلكونة بتاعت شاقتنا اللي هنتجوز فيها هيقفلها بإستارة على الشارع عشان الناس ما تبصش علي وإنه هيجيب لي منشر في الشاقة عشان أنشر الغسيل جوه ولأن شاقته اللي بيشطبها كان في نفس البيت اللي فيه أهله كان بيقولي بعدين لما تيجي عندنا هبقى خليك تنزلي تحت عند أمي بالطرحة وأخويا ما تسلميش عليه لو عزتي حاجة وأنا مش موجود ما تندهيش علي يا تتسلي بي عشان أجيبها لك يا إما تخلي إخواتك يبعته لعيالي يجيبوها وفي المقابل كنت باكتشف إنه بيكلم علي بنات لما وجهته كذا مرة كان بيقولي دول أصدقاء عادي من أيام الدراسة ده غير الهزار اللي كان زايد عن الحد مع بنات عماته ومنهم اللي كانت بتمد إيدها عليه قدامي بالهزار ولا كاني موجودة أو عندي مشاعر كان لما يتخانق معايا يقلع الدبلة من إيده ما يرضاش يلبسها كان بيشيلها في البيت وساعات كان يخصمني بالعشر تيام ولا يسأل حتى عاملة إيه أنا كنت بنهار بفضل عيط بسأل نفسي إزاي خطيبي ما يسألش علي كذا مرة أتعب وأروح المستشفى حط محليل وعلق محليل كانش بيبقى عارف وكتير كنت بشوفه من البالكونة وواف بيهزر مع صحابه بيخرج بيروح أفراح ولا كأني في حياته لما كنت أكلم مامته وأشتكي لها تقولي ده بيغير عليك يا آي انتي ما تعرفيش هو عمل إيه عشان يغضك ده تخانق مع بو عشانك ده بيحبك يا عبيطة وانتي مش كل حاجة تحكيها له يبقي خبي عليه وساعات تانية لما يتخانق معايا كان بيهددني على طول بأبو ويقولي أنا هروح أفشكلها رح أقوله فشكل الخطوبة كلها عام أنا تعبت ومش هكمل تتفشكل الخطوبة بقى من دلوقتي أحسن ما نتجوز وتتطلقي أنا تعبت في الشقة والعفش مش عايز أخسر لما أختي تيجي تكلمه عشان تصلحنا كان يقولها دي أخت صاحبي الخطوبة معمولة للتعارف وإحنا ما فهمناش بعض كان كلامه بيوجعني قوي دايما طلع بعيلته والسما كأن ما فيش غيرهم في الأرض وأنا يقعد ينتقد فيا في كل حاجة كان بينتقد في أهلي وإخواتي وجواز إخواتي كانش بيعجبه أي حد كأن ما فيش غيره مرتين قال لي جملة عمري ما هقدر أنساها لما اختلفنا مع بعض في النقاش مرة قال لي لا يا ماما أنا واخد كلية وعندي شقتي ملكي وبشتغل ما فيش حاجة تعيبني وألف وحدة تتمنيني فما تفكريش أنك هتأثري فيه مع أن كذا حد في شرعنا كان عايز يتقدملي والكلام وصله قبل كده يعني مش إنسانة قليلة ولا أنا ولا أهلي لكن مش عارفة ليه كان بيتكبر علي بالشكل ده وأنا وأنا من النوع اللي لو كنت بطلب منه حاجة ولا بحب أتقل عليه لما كان بيسألني لو عايزة حاجة كنت أقول له خلص شقتك الأول عشان ما تتأخرش لما وصلنا لتالت سنة خطوبة قاعد يقول لي أنا ما خلصتش حاجة والمفروض خلاص نقعد نحدد الفرح ونتفق طب أقول لأبوكي إيه قلت له ربنا يسر الأمور والواحد لما بيبقى نوي خير ربنا بيفرجها من عنده واللي مش عارف تعمله دلوقتي عادي نتكمله مع بعض بعدين وإحنا ممكن نقجر شقة ونقعد فيها لحد ما تكمل شقتك وننقل فيها أما تخانق معايا وما جاليش في العيدين ولا سأل علي ولا حد من أهل وفتكرني لقيت بابا جاي يطلب الدهب اللي كان دبلة وخاتم ومحبس طالعين بيوم السماء لما بابا اعترض وقال له يعني ابنك يفضل خاطب البنت تلات سنين جاي بالوقتي يطلب حكته طب والناس اللي عارفة أنه طالع وداخل وقف سمعة البنت نقول لهم إيه قالوا يضحقوا مفيش نصيب وربنا يكرموا بالله أحسن منها ويكرمها بالله أحسن منه حسيت ساعتها أن الأرض بتلف بيه هموت من كتر القهرة وأنا سمعت كلمتين دول وأنا في قطي كنت بعيد وبضحك على كلامه يكرموا بالله أحسن منها جاي يقولها في بيتنا بصراحة كنتش عارف أفكر ومخي وقف عند الجملة دي ولقيتني بقول لبابا أنا مش عايزة أي حاجة من الناس دي ابعت لهم حاجاتهم كلها طرى ما الشخص نفسه باع مش هتلزمني أي حاجة منه كانت أكبر صدمة في حياتي أنا بعد ما صبرت وقفت جنبه وقفت حياتي كنت أول حاجة بيضحي بيها بالسهولة دي كسر لقلبي وخطري مش كده وبس ده كمان بعد ما فسخنا خطوبتنا طلع علي كلام محدش من أهله قلبه حنى علي كلهم طوعوه معيني والله كنت ببوس دماغ أمه وأبوه لما كانوا بيجوا عندي ما أسرتش في حقهم كنت بتقي ربنا فيهم وفيه يعني إيه الواحدة تحب بجد تآمن تحوط وتسامح وتعدي تدي كل الحب والمشاعر ويكون إيه ده جزاقها أنا حاسة أن مشاعري ماتت من كتر اللي حصل ومع ذلك مش قادرة نساء علاقتي بيه بقيت عاملة زي شبح ملازمني في حياتي مش بيفرقني أبدا في أي مكان بروحه ولا أي شارع بعدي منه أي شارع كنا بنمشي فيه سوا وفضل عايط على الكل اللي حصل لي لما هو ده فتكر وعوده لي حلفانه كلامه إنه عمره ما يسيبني طب عمل فيه كده ليه أنا قزيت وفقيه عشان يقزيني ينتقم مني كده يكسر قلبي كرهت كل صنف الرجالة سبب وقع ومن وقتها مش قادرة دخل حد جديد في حياتي فرص كتير جدا جات لي وأهلي تعبوا معايا جدا بس مش قادرة بقيت خايفة خايفة أأمن لحد تاني وابق أنا الخسرانة في الآخر بقيت بخافة أصدق حد أتخدع تاني لما جاري وصاحب أخوي عمل فيه كده همار الغريب هيعمل إيه دلوقتي أنا بشتغل متفوقة في حياتي وفي شغلي بس عيشة بقلبي ميت حاسة أن فرحتي مكسورة لدرجة أني لما بشوف جهازي بفضل أعيط وأقول لأمي أنا مش هتجوز مش عايز أتجوز ولا عايز أدخل في حيات حد تاني فتفضل تعيط علي بدأي ربنا دايما يخرجني من اللي أنا فيه بس مش قادرة لأنهم في نفس الشارع بشوفهم قدامي طول الوقت وكتير كنت بلمحوا وأنا رجع من شغلي ودلوقتي هو توفق في حياته خلص شقته بعد ما أبوه كمله كل حاجة كان عايز يجوزه في شهر بعدها عشان يحرق دمي طب فين العدل في الناس اللي بتكسر قلوه بالبنات فين العدل إن حد يعيش حياته مبسوط مستمتع بيسافر فتح محل بتاعه أنا اللي تواجعت تعبت مظلومة مش عارفة حتى أفرح قولولي أعمل إيه